استكمالا للواجبات العامة للممارس الصحي هنقول ان الممارس الصحي يحضر عليه استخدام اشخاص غير مرخص لهم من زاوي المهن الصحية او تقديم مساعدة لاي شخص يمارس مهنة صحية بشكل غير مشروع يعني حضرتك لو هتشغل عندك حد او مساعد لك لازم المساعد ده يكون عنده رخصة مزاولة المهنة اللي هيقوم بها او فني يبقى عنده الرخصة لذلك فيحضر عليك استخدام شخص غير مرخص له او انت تساعد شخص غير مرخص له في هذه الحالة كذلك يحضر على الممارس الصحي بيع الادوية للمرضى باستثناء طبعا بيعها في المنشآت الصيدرانية يعني تتبع طبعا في الصيدرانات عادي لكن الطبيب ما ينفعش يبيع هذه المستلزمات الطبية كذلك يحضر على الممارس الصحي ايضا تسهيل حصول المريض على اي ميزة ونركز بقى جدا لان ده مهم في التقارير الطبية يحضر عليه الحصول على اي ميزة او فائدة مادية او معنوية غير مستحقة او غير مشروع وبالتالي يحضر على الممارس الصحي في هذه الحالة انه يعطي للمرضى تقارير طبية مخالفة للحالة بتاعتهم اللي عشان يسهل لهم موضوع الحصول على اجازة او انه يعفى مثلا من اختبارات او المسائل اللي بتحصل دي مع الطلاب كذلك يحضر عليه استخدام او يحضر عليه استخدام اجهزة كشف او علاج غير مرخص ايه غير مرخص بها طيب هذه هي الواجبات العامة نحو المهنة بتاعت الطب عموما او نحو يعني لو بصناها كده نلاقي كلها واجبات عامة متعلقة بمبادئ عام هناك واجبات اخرى يلتزم بها الموارد الصحي نحو المريض اللي بيعالجه تحديدا مش بشكل عام هنا نشوف ان شاء الله بإذن الله الجزء القادم